يا الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مساكم الله بالخير والعافية والبركة اليوم عندي 6 حاويات من الأحذية الرجالي بس أقف لا تستعجل أنا عندي 6 حاويات لكن ممكن أبيع 150 زوج للعراق وغير العراق 300 زوج انتظروا شوفكم التفاصيل أول مرة خلنا نروح لنهاية البضاعة لأن الكمية اللي عندي اليوم كمية كل الشبيرة من الحد نهاية المستودع والغرفة اللي بصفها كل هذه بضاعة ستندر البضاعة ستندر يعني أنت تختار بكيفك مو أنا أفرض عليك يعني مثلا ياسر أريد هذا الموديل وانطيق قياسات كاملة وحتى ممكن تختار التشكيلة مع القياسات تريدها من 39 إلى 44 أو من 40 إلى 44 وإذا تأخذ كمية كبيرة يعني حتى ممكن أسوي لك تغليف حسب الطلب يعني ياسر أريد مثلا 100 كارتون بس أريد تغليف كل كارتون تخليلي بي مثلا 20 زوج 12 زوج ما تريد نسوي بس طبعا إذا تريد تغليف مختلف تدفع فلوس الكاراتين وفلوس التغليف فالمهم بما أنه هي بضاعة ستندر فعندي هواي مواصفات يعني إذا عندك محل تريد طباعة اسمك على الكارتون الخارجي أداة كميات ممكن فنبدأ على بركة الله أول شي أحب أقول لك شغلة كل هذه البضاعة بسعر واحد بأربع دولارات فقط عندي الموديلين هذه بأربعة ونص دولار هذا وهذا بأربعة ونص دولار فقط هذا الباقي من أول المستودع النهايتة واللي هنا موجود بسعر واحد أحاول أطلع لكم أغلب أغلب الموديلات لأن ما ممكن أفترع لكل الموديلات الفيديو ساعة يطول وعندي ملاحظة أيضا كل شي مهمة العراق ممكن أبيع خمس كاراتين يعني مية وخمسين زولت لأن كل أسبوع تقريبا عندي حاوية مستمرة بالنسبة للعراق باقي الدول أقل كمية أبيع عشر كاراتين لأن أكثر الدول أشحن مع غير الشركات يعني شركات بعضها أجنبية بعضها عربية فصحب كميات خير أما بالنسبة للعراق بحاويات الخاصة بي ما عندي مشكلة وأنت تختار بكيفة كل كارتون يأتي ستندر كامل قياسات الكميات الخمس كاراتين عشر كاراتين عشرين كارتون لن ينطيك التغليف الستندر التغليف ماتي الستندر كل كارتون ثلاثين زولت والقياسات بالتساوي يعني عندك أربعين واحد واربعين ثمين واربعين ثلاث واربعين أربع واربعين خمس واربعين العفو أربع واربعين ما عندي خمس واربعين أربعين واحد واربعين ثمين واربعين ثلاث واربعين أربع واربعين خمس قياسات وكل قياس ستة ستة في خمسة ثلاثين يعني ستة أربعين ستة واحد واربعين ستة ثمين واربعين عرفتشون هذا الاستندر العفو طولت عليكم يلا نبدأ نشوفكم باوع شوف الحذاء كله جودة عالية طبعا باع هذا الموديل وكل موديل كامل ألوانه ناخذ لنا غير موديل باع طبعا سابقا عندي بالأربع حاويات والنوب وصلتني حاويتين المهم هزا صار عندي 6 حاويات هذا جلد التمساح جلد صناعي بس اسمه جلد التمساح فقط الشكل يعني هذا اللون مات الثاني هنا عندي موديلات كلش حلوة هذا الموديل بثلاث ألوان كلش جميل حذاء فلاتس عندي رسمي عندي رياضي عندي شبابي كلش موجود وانت تختار بكيفك والبضاعة كلها جودة عالية صراحة بضاعة طوب من ناحية الجودة والموديل والشكل كلها روعة انت بكيفك تختار شوف الفيديو أعرف لحيصير مطول بس هو لأنه كمية شبيرة فأحاول أطلع أكبر عدد من الموديلات هذا شو هذا باربعة ونص دولار وهذا باربعة ونص دولار فقط هاي باربعة ونص دولار الباقي كلها باربعة هذه الشروة من جيت نطرع بها موديلات غالية عليه فما يصرف ليبيحها باربعة أصر الخسارة أنا هركز بس على باربعة دولارات باوة صراحة يعني قطع كلش حلوة ومرتبة وأجمل ما في هاي البضاعة أنه ما بيها ماركات يعني ممكن تدخل أغلب دول العالم خصوصا الدول قطر الشعودية شوية صعبة هاي بالتسميات ما لحديها والماركات بما أن هاي لحديها ما بيها ماركات فممكن تدخل أغلب دول العالم احنا عدنا شحن الأكثر من 30 دولة العراق، سوريا، لبنان، دول أوروبا، أمريكا، السويد، ألمانيا كل هاي الدول عدنا شحن لها وعدنا حتى بعض الدول الأفريقية باوة هذا هنا عندك طبعا مثل قماش وهنا أنا مطعم بنوع من المطاط في الحداء الجماليته كلش روعة وكل موديل كامل ألوانه يعني هذا الموديل بيل أزرق وبيل أسود عرفتش كل موديل كامل ألواني يعني ترجع على هذا الموديل مثلا بيلونيين هذا الموديل بيلونيين طبعا هذا الموديل كلش حلو جلد صناعي ومطعم بالقماش أو احنا نسميه الخامة مثل القديفة الصير فجماليته كلش حلوة وعلى فكرة كل هاي لحديه الطارقة تقريبا يعني حلوة وخفيفة يعني صراحة حذاء حلو ورح يكون أيضا مريح باللبس وبالنسبة الموديلات وبعد الخيار إليك أنت تختار على حسب الدولة ماتتك وعلى حسب على حسب الماركت أو السوق ماتتك باوع وأنا قلت لكم العرض يمكن بعض الناس رح يزعلون من عندي يقول الياسر ليش للعراق تبيع خمس كاراتين وباقي الدول ما ممكن الموضوع جدا سهل لأن أنا بالنسبة للعراق حاوياتي الخاصة بي فممكن أسوي 150 زوت أقل كمية لأن دامن عندي بس شحن مستمرار بس باقي الدول قلت لكم أشحن مع غير شركات يعني مثلا أمريكا وأوروبا وغيرها عندي الشركات شحن صينية تعامل معاهم توصيل دور تدور فما ممكن يعني شحن كميات قيلة ما تصرف لي حالة طبعا هذا الموديل يصير رسمة بارزة هنا يصير رسمة بارزة يعني شكل كل شي حلو وبيه لوني بيه الأخضر بأبيض وبيه الأسود بعد عدنا موديلات عدنا كل شي رح أحاول أنا أوضح لكم بعض الموديلات والموديلات الأخرى ممكن يسئلون الموظفين ويعطوكم الملف لأن عندي ملف بكل هذه الموديلات ومثل ما تشوفون كل موديل كامل ألوانه يعني هذا الموديل بألوان هذا الموديل كل شحن وشبابي أيضا تطعيم لون بالأزرق القماش وهنا جلد صناعي ما عندي جلد طبيعي من أقول جلد هذا كل جلد صناعي ما عندي شي اسم جلد طبيعي ما عندي نهايين بالمستودات اليوم ما عندي هذا الموديل عندي فلات وعندي كعب مرتفع نفس السعر أيضا هذا الموديل كل شحن وقيتان مطاط هذا الموديل جلد صناعي هذا الموديل جلد صناعي هنا عندي موديلات أيضا جميلة هذا الموديل بيلوني طبعا عندي قطع هنا يعني كل شحن كل شحن راقي هس رحشبك بعض الموديلات اللي أنا تعجبني هذا الموديل هذا الموديل طبعا يكون موديلات انتاج هذا الأسبوع يوجد بعض الموديلات موجود موجود في هذا الأسبوع يوجد بعضها قبل شهر حصلتها أكو بعضها حصلتها ناهاية 2023 بس يوجد بعض الموديلات هذا الأسبوع هذا من ضم الموديلات هذا الأسبوع يصير قماش شوية خشن والحذاء كل شوهي ومعه ثلاث ألوان هذه الألوان ماتت الباقية وأيضاً وما هذا؟ وعندك هذه الموديلات هذا أيضاً وأيضاً عندك هذا كلها موديلات هذا السبوع اللي جاء شوفكم هذا أيضاً بعدش عندنا هذا موديلات هذا السبوع هذا موديلات هذا السبوع البياضات اللي وصلتنا الجديدة الألوان الأبيض يعني هذا موديلات هذا السبوع هواي هواي عندنا موديلات كلش يعني كلش حلوة صراحة ومثل ما قلت لكم كلها بسعر واحد وانت تختار بكيفك طبعاً هذا كلش حلو هذا أبيض وهنانا يصير بارز برسمة بارزة وهنا عندي السيليكون السيليكون طبعا هذا عفو باربع دولارات بس عندي افضل من عندي وارخص فذا تريد السيليكون لا تاخذ هاي الشروة اخذ ديك الشروة وذا تريد تاخذ هاي الشروة بكيفك ديك الشروة تيجي كلها لون واحد وقاعدة سيليكون بثلاثة ونص دولار هذا باربع دولارات لانه شويه بشغل ورسم ولون خارجي هنا عندي موديل كلش حلو هنا انا عندي موديل يعني شا اقولكم يعني لا هو رسمي ولا هو رياضي شي سمونا قجول يشتغل على القجول فالشي كلش حلو وايضا عندك هنا القيطان مطاط حذاء خفيف وعندك هنا تطريز بارز فهذا شي جدا جميل هذا الموديل بيه ثلاث ألوان بيه اللون البيجي وبيه اللون الاسود بأخضر واسود ببرتقالي وايضا هذا الموديل اللي قلت لكم عندي من عند فلات وعندي كعب مرتفع اشوفكم الفلات شنو كعب مرتفع شنو باور هذا الموديل نفسه صحيح نفس الشي بالضبط طبعا حتى الشكل التصميم هذا كعب خفيف فلات وهذا كعب مرتفع فاذا تخليه بصفة يعني يبين حتى هذا ضخم اكو ناس يفضلون الحداع الخفيف واكو ناس يفضلون الحداع الخشن فايضا كل واحده الى السوق مالته طبعا عدنا بعد كل شي هواي موديلات يعني أنا هسا جاء افتر على الموديلات وجاء طلع لكم قطعة من هذا قطعة من هذا اللي يريد حذاء شبابي مثلا بنفسجي أصفر أحمر كل شي عدي بالنسبة للحذاء الأحمر طبعا عندي حذاء هذا اللابسة شوي تقرب على الكاميرا شوفكم إياه هنا عندي هذا الموديل بيلونيين هذا طبعا عندي عندي هسا هذا اللي شوفونه بيديو وعندي اللي هو يصير نصبوت نفس الشكل بس داك تصميمه الخارجي يختلف عندي هنا موديلات ايضا كل شي حلوة يعني الموديلات عندي كمية كل شي شبيرة فمستحيلة شوفكم اياه كلها بالكاميرا لكن ممكن يشيرون الموظفين ينطوكم اياها فهذه اغلب الموديلات اللي شوفتكم اياها بس عندي بعد كل شي هواي بقد هاي الموديلات اللي عفوا بقد هاي الموديلات عندي بالغرفة وايضا اليوم وصلني موديل جديد اللي هو هذا شوفونه اللابسة هذا الحذاء اللابسة لانه واحد موديل واحد لون حصلته رخيص حصلته رخيص وراح ابيعه ثلاث دولارات صراحة قطعة كل شي حلوة انا حتى ممكن اخلي معها هاي البضاعة وبيعلكم اياها بربعة بس انا تعرفون يعني ما ممكن اناول البضاعة هنانا سنة خلاص رخيصة بيحها رخيصة وخلاص منعتها واللي ريد ابل اربعة ونص دولار هاي القطاع البارزة بربعة ونص دولار لان هذا تعرفون ليش بربعة ونص دولار الحذاء عدنا بالصيني نحسب على الشغل مادته هذا بيشغله وايضا يعني هنا اخياط هنا تفاصيل هنا تفاصيل فياخذ وقت من الموظفين يعني مو شرط انه الاربعة ونص دولار الجودة احسن منه بالاربعة لا مشرط مرات السعر نفس الشي بس الاختلاف بالعمل مادته او مثلا صار فين عاليف الشغل هنا او وقت او مثلا هاي الرسمة ماخذة من العتم الوقت لان تعرف خطة هنا لون خطة هنا لون يعني في فرجة ويشتغلونه المهم فهذا باربعة ونص دولار والباقي كلها باربع دولارات ونعتدر عن التطوير مثل التقصير مع السلامة على